أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة رياضية متكاملة تمكنهم من تحقيق الإنجازات جاء ذلك خلال لقائه رئيس اللجنة البراليمبية الدولية أندرو بارسونز وذلك على هامش حضوره لمؤازرة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البراليمبية بباريس شهد هذا اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة واللجنة الأولمبية الدولية بهدف دعم وتعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعمل على تطوير المنشآت الرياضية لتلبية احتياجات الرياضيين البراليمبيين إضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالبطولات الدولية كما تطرق الحديث لإنشاء مركز لللجنة البراليمبية الدولية لأفريقيا وتستضيفه القاهرة ترجمة نانسي قنقر